وذكر الذين حرفوا هذه الصفة وأنهم لا دليل عليها لا دليل على تحريفاتهم فبعضهم قال ويبقى وجه ربك قال وتبقى ذاته فراراً أن يصف أن يثبت لله وجهاً قال يبقى ذاته وبعضهم قال وجه زائدة وقال ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك لألا يثبت لله وجه وهذه شبه قامت عند الفرق المنحرفة كالمعتزلة والأشاعر وغيرهم ممن تأثر بهم فإنهم لا يثبتون الوجه لله عز وجل صفة تليق به والشبه القائمة عندهم هي في كثير من الصفات أنهم يقولون إذا أثبتنا له وجه فإن ذلك فيه تشبيه بالمخلوقات التي لها وجه وهذه شبه داحظة وهذا الاستدراك لا مبرر له البتة والوجه لا يشبه الذي يثبت الوجه لا يقول أنه يشبه وجوه المخلوقين أبدا ولا يكيفه ولا يمثله لكن يثبت وجها كما جاءت النصوص أن حجابه النور حجاب وجه الله عز وجل النور لو كشف النور لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره فهذا التحريف لا يلتفت إليه البتة وهو من مسالك أهل البدع ولذلك هم أنكروا روية وجه الله في الآخرة بناء على أنهم لا يثبتون لله وجها إضافة إلى أنهم أنكروا العلو فلذلك يقولون لا يمكن أن يرى وجه الله عز وجل ويحرفون معنى الآيات كما سوف يأتي معنا في مبحث الروية السبب في هذا التحريف هي الشبه العقلية التي تسربت إليهم من علم الكلام فصاروا يجعلونها مقدمة على الوحي ولهذا من قواعدهم تقديم العقل على النقل ومع هذا تجدهم مختلفين في هذا العقل الذي يقولون فتجد مثلا الأشاعر يثبتون سبعا من الصفات ويقولون هذه لا ينافيها العقل والمعتزل لا يثبتون هذه الصفات ويقولون تنافي العقل فدل على أنهم مختلفون فيما يسمونه العقل ومضطربون فيه ثم أن الله سبحانه وتعالى كرر هذه الصفات في القرآن وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يحدث عندهم إشكال ولم يرد في أذهانهم أنها تشبه صفات المخلوقين أبدا لم يرد في أذهانهم البتة وإنما عظموا الله عز وجل ولم يسألوه عن كيفية وجه الله ما تجرأ أحد أن يسأل عن كيفية وجه الله بل ولا غيره من الصفات لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الكيفية ولا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما أعلمه الله عز وجل ولهذا لما جاء رجل في مجلس الإمام مالك رحمه الله وسأله في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى سأله عنها وقال كيف استوى يا إمام استغرب هذا السؤال لأنه لم يرد من أحد من السابقين كيف استوى؟ فقال الاستوى معلوم يعني المعنى الذي نسمعه في الآية معلوم نعلم معنى الاستوى وأنه على وارتفع على العرش الاستوى معلوم والكيف مجهول لا نعلمه والإيمان بالاستوى واجب قال وأراك رجل سوء وأمر بإخراجه من حلقة الدرس قال أراك رجل سوء لأن هذا تكلف وتنطع شيء لم يسأله الصحابة ولم يرد فيه إشكال فلا يسأل عنه البتة إلا ما ورد السؤال عنه إذا كان مثلا الصحابة لم يسمعوا أو بعض الصحابة لم يسمعوا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك قال رجل يا رسول الله أويضحك الرب؟ قال نعم وهذا لم يسأل عن الكيفية وإنما سأل هل ثابت صفة الضحك لله عز وجل؟ قال أويضحك الرب؟ قال نعم ثم قال له قال الرجل بخم بخم فقال ما حملك على ذلك؟ قال لا نعدم من رب يضحك خيرا يعني أن المراد أن هذا الرجل استبشر بمعنى الصفة استبشر بمعنى الصفة وهي أنها أن الذي إذا ضحك لك ضاحك فدل على أنه سوف يكرمك ولا يهينك وسوف يفعل لك معروفا ونحو ذلك لا نعدم من رب يضحك خيرا غير هذا لم يرد السؤال البتة لم يرد أحد من الصحابة أنه سأل عن الكيفية في جميع الصفات ولذلك لا يلتفت لمن حرف هذه الصفات الكريمة وتبين لكم أنه يسير على غير طريقة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر